سلسلة كرة القدم الأشهر عالمياً ترجع من جديد بإستار هذا العام فيفا 2021 من شركة EA اللعبة تعدنا بالعديد من التحسينات اللي طار انتظارها من طريقة اللعب والذكاء الاصطناعي فهل أوفت فيفا بوعودها هذه المرة؟ فيفا هي سلسلة ألعاب عريقة وبدأت من سنة 1993 وحققت النجاح اللي بدأ يتضاعف مع الأجزاء المرقمة اللي بدأت من فيفا 95 وطالع هذا الجزء من فيفا يقدم مجموعة كبيرة من أطوار اللعب فعندنا طور المهنة اللي ينقسم إلى طور اللاعب أو طور الإداري ولعبنا طور الإداري المليء بالخيارات مثل بناء شبكة من المواهب حول العالم ومراجعة تقارير حول اللاعبين ورسم خطة لتطوير اللاعبين وإجراء صفقات والانتقالات وتصيد المواهب وهو طور ممتع ويتطلب مهارة في إدارة الفريق أن كثرة الخيارات فيها خارج الملعب ممكن ما تعجب أغلب اللاعبين وعندنا أيضا طور الألتميت تيم اللي صار من أهم عوامل سلسلة فيفا وطور الفولتا ومباريات 3 ضد 3 لاعبين أو 4 ضد 4 أو 5 ضد 5 لاعبين بملاعب مغلقة أو مفتوحة ويمكن لللاعب أيضا يلعب قواعد الفوتسة أو كرة الصالات شخصيا ما نعتبر نفسنا من أكبر المعجبين بطريقة اللعب الأركيدية في كرة الصالات ونفضل اللعب الأساسي في الملاعب العشبية الكبيرة ومحاكاة كرة القدم الأكثر واقعية في هذه الملاعب اللي تقدمها هذه اللعبة نسخة هذه السنة من فيفا تضيف مهارات كثيرة مطلوبة مثل الـ Agile Dribbling وهي خاصية المراوغة جديدة عن طريق ضغط R1 وتحريك عصد تحكم اليمين وهي خاصية موجودة لجميع اللاعبين إلا أن كفاءتها ترتفع بارتفاع مهارات معينة عند اللاعبين مثل مهارة التحكم بالكرة ومهارة المراوغة وهذا يساعد على التخلص من المدافعين بطريقة أكثر فعالية في مواجهات الواحد ضد واحد الإضافة اللي نشوفها أكثر فعالية وأهمية هي إمكانية توجيه لعبين الفريق الثانين بدون كرة لما تركض فيهم أو لما تمر الكرة لهم وهذا يساعد في حل أزمة اشتكى منها اللاعبين لفترة طويلة لما ما يتحرك الذكاء الاصطناعي بالشكل اللي يبغاه اللاعب ويعطيه تحكم أكبر في الفريق بالإضافة شفنا مصممين اللعبة يزيدون من قيمة التركيز التكتيكي اللي نشوف فيه اللاعبين المحترفين يملكون مهارة ويتحركون بدون الكرة حتى يأخذون الوضعية الهجومية المثالية أو الدفاعية طيب الآن هل هذا الخواص كافية؟ بكل صراحة نشوف فيفا الجالسة تمشي في الطريق الصحيح لكنها لازالت تحتاج للمزيد من التحسينات اللعبة حتى الآن تعطينا نفس الإحساس المشابه اللي تعودنا عليه من سنوات طويلة ونحس الآن جاء الوقت اللي نشوف فيه تطوير كبير في وزنية اللعبة ووقعيتها وحتى تحريك اللاعبين وممكن هذا الشي يتحقق مع نقلنا للجيل الجديد وغير هذا كله فمشكلة الأزلية لسلسلة فيفا ما زالت موجودة وهي أنها تعاني من قلة الواقعية في وجوه اللاعبين فيفا 21 ما قدمت نقلة كبيرة للسلسلة فهي واصلت التحسينات السنوية بالتدريج لكنها تجربة أفضل وأكثر توازلا من قبل فيفا تبقى لعبة كرة القدم الأكثر أهمية والأغنى بالمحتوى